في خبر اخر اوضعت مديرية حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون بيت سمسيل تشكوى ضد مديرية حملة المترشح عز الدين ميهوبي بذات الولاية لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات مديرية تبون اتهمت في بيان نظيرتها لدى ميهوبي بتجاوزات وصفتها بالخطيرة تمثلت في التهديد والترهيب عن طريق القيام بنشر الفتنة بين عموم المواطنين والدعاية المغرضة بالترويج لاخبار مفادها ان عز الدين ميهوبي هو رئيس الجمهورية القادم وفق تعليمات فوقية في اشارة الى المؤسسة العسكرية حسب ما جاء في البيان